كلمات تحيي أفكاري وتطوف بروحي بوقاري سنة خير الرسل الهادي تنشر في كل الأمصاري من عبق المحبوب شذاها شرح لحديث المختاري بمعاني النسل برآها سطرها في فتح الباري بسم الله الرحمن الرحيم أفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين وعلى آله وأصحابه أجمعين باب الصيام عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم لماذا سوف نصوم لماذا شهر رمضان لماذا فرضه الله علينا أخوانا الكرام رمضان والصيام هو دواء النبي عليه الصلاة والسلام وصف الصيام قال أنه جنة الصوم جنة جنة يعني وقايا وقايا لنا حتى نحفظ ديننا ونحفظ جوارحنا وهذا من حب الله لعباده المؤمنين الناس بفكروا رمضان عقوبة لذلك هذا هو الفرق بين من يرى أن الطبيب يعني لو آلمه الجرح عندما يستخدمه يرى أن هذا الطبيب هو المخلص وفي واحد بيشوف أنه الطبيب أو طبيب الأسنان أنه يعاقبه بهذه الجلسة الله عز وجل بشهر رمضان عمداوينا لذلك كان الصالحين ينتظرون شهر رمضان من العام إلى العام لماذا نصوم شهر رمضان شهر رمضان سبحان الله الله جعله من السنة للسنة وثلاثين يوم ويوم ويومين ثلاثين يوم كفيلة إذا صدق الإنسان فيها مع الله أن تغير ما فيه إذا انحرف ثلاثين يوم بترجعوا للإنسان إلى جادة الصواب الصوم من بين العبادات كلها اللي فيه عبادات كثيرة اللي فيه الصلاة وفيه الحج والإنسان بيزكي والإنسان يفعل كثير من الأعمال التي فيها الخير لكن مثل الصوم ما فيه الصوم هو امتناع عن الحلال من أجل أن تتعود أن تمتنع عن الحرام الآن الصائم شو يساوي يمتنع أنه يأكل ويشرب الجبن واللبن وكاست الشاي يمتنع عن أهله من أجل أن يدخل مدرسة ما بعدها فيمتنع عن الحرام الذي صار متداول في أيدي الناس لذلك النبي صلى الله عليه وسلم في حديث أبي أمام قال لما سأله قال مرني بعمل أدخل به الجنة قال له عطيني شغلة تفوتني دغني على الجنة فقال صلى الله عليه وسلم عليك بالصوم فإنه لا مثل له وفي رواية فإنه لا عدل له يعني ما في مثل حكايته لذلك الله عز وجل قال الصوم لي كل شي تكافأ به في ميزان حدده الله إلا موضوع الصوم هذا الصوم على الله وكل واحد حسب صدقه هذا الفجر والتهجد والترويح ومجالس العلم ومثل اللي قاعد بيصلي الصبح ببيته وبيضله كاوية هيك لأبل المغرب لا شعف صلوات لا كل إنسان وأن ليس للإنسان إلا ما ما سعى لذلك يعتد بالصوم ويقال عنه أنه أشرف العبادات الإنسان يحرم نفسه المباح ذلك دول الصايمين لهم أجر عند الله عز وجل والله وسبحان الله بارح هيك في ليلة النصف من شعبان هو في كل في كل بلاد الدنيا حقيقة ولكن هون عند أهل الشام يعني هي من الليالي والأيام التي لها مكانة وجيل بيعلم جيل تلاقي كل الناس أحيت هذه الليلة وأغلب الناس اليوم صايمين وهي عبارة عن تدريب يوم ما بيكفي يوم ما بيكفي كان لازم ننصون تنين وخميس تنين وخميس لذلك أول شي لا عدل له مالو ثلاثين يوم بنحطنا لحد شو بيقلك شايفين شي انتو فيلم هيك يوتيوب عن شي واحد وزنه أربعمية وستين كيلو مالو حسنان يمشي وبلش حطوله برنامج ريجيم يعني صيام ورياضة بيقلولك انه ست شهر مع يمكن ربط معده مدري ما في ربط معده تلاقيه صار سنبتيك تسعين كيلو هاد متل هاد هيك نحن ذنوب وخطايا ومعاصي بيجي رمضان بنحتنا لحد بس بده صدق مع الله رمضان بده استعداد أبل رمضان وذكرت ذلك في دروس كثيرة الصوم سبحان الله فيه درجات كثيرة النبي عليه الصلاة والسلام يقول كل عمل ابن آدم يضاعف الحسنة عشر أمثالها إلى سبعمائة ضعف الحسب هاي كمان بالنوايا إلا الصم بيشو سبعة ألاف والله إن كنا أكتر سبعمائة ألف فإنه لي وأنا الذي أجزي به سبحان الله يعني الأم في البيت اللي عم تشتغل بالأكل واللي عم تحط يعني مثل ما بيقولوا جهدها وهي تعبانة في أم سبعينية وأم خمسة وسبعين وهي عم تطبخ لأولادها ولأحفادها هاي يديش إلى الأجر عند الله عز وجل والناس اللي عم تشوف الأكل لو إنه رمضان هلا جاي يعني هيك على ربيع بالذكر بأيام تمانين دنين وثمانين سبعة وثمانين تسعين كان يقدن الساعة تمانية ودرجة الحرارة ستة واربعين سبعة واربعين بيقولوا إنه الإنسان صار إنسانه مثل الحطبي الشباب هدول الجيل هذا ما بيعرفه يعرفوا الجيل يلي يلي عمره هلا الآن خمسين سنة وإلا بعد يعني خمسة عشر سنة كمان حيصير هيك شو حيصير بيجي رمضان كله بثوابه فيه بشي بسبعمية فيه بألف مثل ما فيه ماشي حق المتر خمسين ألف في واحدة بمئة ألف إه الله عز وجل يرفع درجاتنا ناقصنا كتير بدنا نفوت تكميلي مثل طلاب البكالوريا أنا تكميلي بدنا بدنا مني عطينا عفو نعيد المواد كله حتى نرفع الدرجات راح علينا كتير يلي يلي مأخطئ يلي صلاته ترئيع بيجي الصوم بيرفع له المعدل ما بيقولولك أيام تنزل مطرة مطرة شو بتساوي بترفع المعدل تبع المنطقة بيجي رمضان بيرفع لك مستوى الإيمان حكيت شغلي البارحة رمضان مو كلهم تل بعضه بتفوت انت برمضان أول عشرين يوم رفع مستوى رفع مستوى الإيمان تدخل بأول العشر بتصير تقطف ثمار العشرين يوم بصير بحالة إيمانية راقية بصير قلبك خرج أنه يتلقف أنوار ليلة القدر الصوم لماذا الصوم الله عز وجل بيحكي عن التقوى ونتكلم بالأحاديث عن التقوى ونتكلم عن التقوى يلي بيوصلك لتقوى الله هو الصيام ليش أول شيء هو عبادة تنم عن الإخلاص على الواحد يروع الحاج كل الناس شافينه على الحاج بصور أي واحد بيحط صورة قدام الكعبة وكذا شو بتقول عنه صديق زمانه ما إذا واحد كفايت على جمعية خيرية عم يوقع شيء والله هذا من المحسنين أما الصايم من عرفانه اليوم ليلة النصف خير إن شاء الله أما غير ليلة النصف يلي ماشي بالطريق صايم تبتعرفو هاد حالة من حالات التقوى تقوى هو هي أن تكون قريب من الله تعبد الله عز وجل من أجل الله لا من أجل الناس هذا هو الإخلاص كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون تتقون يعني تحذرون الله عز وجل ذلك هذا الصايم ما حدا بيعرفه غير الله عز وجل قلت من يومين كان الصالحين يواروا بالصوم يعني ظن يا محمد بن المنكدر أو غيره عشرين سنة وزوجته لا تعرف أنه يصوم يأخذ معه الأكل لوين على العمل يصال لهنيك تصدق فيهم قبل المغرب يأكله لأمتين ويروح على البيت ما يعرفون أنه صايم أخفى الصيام عن أقرب الناس إليه أيضا الصوم الصوم في الشتاء سماه النبي عليه الصلاة والسلام غنيمة باردة الصوم بالشتاء غير الصوم بالصيف اللي عليه صيام بالقضاء من النساء فاتش عن عن الشتاء سماه النبي غنيمة شو غنيمة شو يعني الغنيمة مثل الفيء الفيء الذي يأتيك من دون ختال يعني مثل الصحابة مثلا راحوا ها بغزوة من الغزوات أم هذين كهربوا وتركوا غراضون أم الله يعني شو دول الله بعطهم عطية دول تركوا الحصنة والإجمال من غنيمة باردة يعني منسميها نحن بالعامية على البارد الصوم بالشتاء أنت بدأت تغدس ساعة خمسة خمسة ونص سيدنا خليها ستة ونص والجو بارد والله عم يكتب لك الأجر والثواب بقلب الصيام أخواني الكرام في كم شغلة سبحان الله فيهم عطية لك فيهم ميزات شلون بيلك هذا الجهاز فيه ميزات هذه السيارة فيها ميزات كتيرة واحد بيبيع أيام سيارته بيشتريها لك هاي المرايا بيطول حاله هاي السيدي مدري هاي كذا في أشياء بالصيام بتخلي الإنسان يعشق الصيام منها أنه له دعوة عند فطره لا ترد الله أكبر إذا أنت كون صعيم ذلك النبي عليه الصلاة والسلام قال ثلاث دعوات لا ترد دعوة الصائم ودعوة المسافر ودعوة الوالد الوالد يعي لأولاده ودعاء المسافر هذا الشيء واحد مسافر قال له من أن نوصيك وصيه قلن بنطيع قلبه شوف كير لمسافر إخوانا الكرام لا تحمله غير يا وراء يا على البيت دواء صغيرة بس منقصه الواحد كثير من الناس بيروحون في مجال الغراض هلأنا ما بنفوت بالتفاصيل كون خفيف خفيف الظل قال إلا إذا بتمون عليه هي بقى مونة محبة بتقول له له في كذا يعني هي قضاء حوائج الناس من بينها الأشياء التي هي كنز في الصيام أن له دعوة لا ترد زي كلا برمضان قبل بعشر دقائق حطوا أولادكم على الصفرة ولا مو على الصفرة بكبرات صفرة الواحد بأن الصفرة ما عدا يفكر بالدعاء بيركب عود حطوا سجادة لأن يلا أقولوا آمين هون دعاء لا يرد شلون إذا كنت مثلا ببلد وقالوا لك خوض الغرض هون حقه عشرة وبلدك حقه ألف لك عطوني عطوني منهم دي نزل أو إذا كان موجود هون ومو موجود ببلدك هلا اللي قاعد بمكة قال له بس عبي لي زمزم بدي أخدهم معي بالشام ما في زمزم إلا إذا غشوك وقالوا لك هاي من ميت والله من شي 30 40 سنة كنا نروح على مكة كانت ميت زمزم ما تنشرب مجأة مين بتذكر من الإخوان الكبار بالسن ما معرف إيه هلا بتشرب مية زمزم يعني ما يعني على على نية من عبقها نحن ما دخلنا لما بيقولوا لك ماء زمزم ومسكرة نحن على النية أما حقيقة قبل الأزمة كانت تجي البدونات وكذا صدقا في أخنا قلت له هدول وين جايبون ألي من مكة كذا وهي قلت له وين من مكة ألي بدك الصراحة قلت له يا لي معبيوا من داري الله يعيناك بجاء النبي هذا اللي عمي شربون بس على نيتو أما هو عملوا عليها أفلام وعملوا عليها أصاص وحكاية طيب كنوز داخل الصيام النبي عليه الصلاة والسلام قال وَالَّذِي نَفْسُ مُحَمَّدٍ بِيَدِهِ صلى الله عليه وسلم لَخَلُوفُ فَمِ الصَّائِمِ أَطْيَبُ عِنْدَ اللَّهِ مِنْ رِيْحِ الْمِسْكِ الصَّائِمْ مَا عَمْ يَاكُلُ كَذَا وَقَدْ يَكُونَ لَهُ رَائِحَةً هو يتدايق منه قال له لا 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 أنت بالصيامك لو أنه الإنسان يجب أن يستعمل السواك الإنسان يجب أن يستعمل الطيب بالنبي عليه الصلاة والسلام يعني في حالك أنه أنت خاصة رأي على المسجد هلأ رمضان صلاة الفجر بالمسجد عيب عيب إنسان الجامع قدام منه أو عنده سيارة الله عاطي إياها وبينك وبين الجامع الشام الصغيرة عشر دقيقة سبع دقيقة اتناشر دقيقة كثير من أخواننا الكرام هلأ صاروا عايشين بكندا وعايشين بأمريكا بركب نص صاعة ما بيصلى الجامع بركبت للترباع الساعة ما بيصلى الجامع حكاني أحد الأخوان الكرام البارحة طلعت عم يحكي أنه إياه اتناشر دقيقة وكذا موجود ببلدنا الدول الأوروبية وكذا وهي كان عم يحضر معنا لليلة النصف من شعبان قال لي متحرق قلبي محروق من جوا بس بدي أجي على الجامع لا لا باش أصلي ركعتين قيام الليل ونصلي الترويح بمعيتك قال لي صحيح هون يعني في بصل هيك أول شيء بلش بالبصل الله وكي يكون لا حول ولا صرنا قصة انفضحنا ولم فضحنا بين قال لي في بصل وفي كهرباء وفي هيئة قال لي بس ما في ما في روح ما في كذا ما في كذا سيجعل الله بعد عسر بعد عسر يسر هذا الريح لذلك صحيح أنه في خلوف فم الصائم استعمل أنت فرشات الأسنان استعمل السواك ولكن مع ذلك حتى أنه أنت ما تتحرج لا تخاف شايف الشغلة هي حتى هالريحات أو يعني ما يخرج من فم أو يعني الشيء المنبعث من فم الصائم هل أنت مكرم حتى بهذا هكي شو معناتك أنت غالي عند الله هل الولد الصغير مثال يعني يعني لما أمه بتغير له وهو يعني عم يطلع منه شو عم يطلع منه مسك يعني بتقوم بتقبله من المكان الذي يخرج ومنه القذى ليه هيك من المحبة من المحبة بس بكرة بكبار بأرجية نجوم ما قبل الظهر ما الظهر وين البر وين الإحسان لذلك قال والذي نفس محمد بيده لخلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك قلنا لكم الصيام شو بو جنة كله من أول وقايا وقايا البنهار الله بعدك عن الذنوب بعدين الخير بيجيب خير ما بيقولوا المال بيجيب مال إذا معه شي خمسة مليار بده يشتري عقار بيرباح فيه بده كذا وهي للصيام بيجي بعبادة صاهم راي على الجامعة لك والله راي على الجامعة والله بدي يصلي بيجي بفوت بده يصلي بيقوم بيحضر له مجلس علم بيعجبه الجو بالجامع بيقولوا يشوف له واحد من الصالحين كذا هذه هي خيرات الصيام سألوا الله أن يجعلنا من المقبولين إن شاء الله في كل يوم من شهر رمضان على الفجر في سلسلة اسمه اقتربة الساعة قربيت يعني حتى تعرفوا الزلازل كثرة الزلازل هيك النص كثرة الزلازل من علامات يوم القيامة كل كلمة حكاها النبي بطير بس نحن غافلين لما يقل لك أنه الجزيرة العربية سوف تصبح مروج خضراء بدي يصير لما يقل لك أنه في دجال بدي يطلع بدي يصير ولما يقل لك كل يوم درس لما يقل لك في المهدي بدي يطلع بدي يصير لما يقل لك نزول عيسى عليه السلام عند الأمو بدي يصير لما بيقل لك التطاول في البنيان هذا مو بس بدي يصير هذا صار لذلك لفي علامات صغرة هي خلصت صارت النبي عليه الصلاة والسلام شو العلمات الصغرى يعني وقعت وانتهت بعثت والساعة كهاتين يعني بعثت النبي من علامات الساعة النبي صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم قد يصل له 1500 سنة في أشياء وسطى هي وقعت وما تزال تقع هي مثل كثرة الزلازل ومدر إيش بعدين في العلامات الكبرى متى ما وقعت يمكن العلامات الكبرى كلها هي عشر علامات كلها تقع في زمن واحد زمن واحد تجي بكج بعدين شو قربت تلك الأن من السنة الماضية هذا يعني الأرض مع حملة العباد الأرض مع حملة الذنوب الناس والمعاصي لذلك شو صار فيها ارتجت أخرجت أفقالها وقال الإنسان ما لها بأن ربك هاي من يوم يوما رحت على مكان ويكون عدي بعدين واطلع واطلع مو به البلاد حكالي الإنسان اللي عم ياخدني قال لي شايف هاي الأراني قال لي لا أتألى على الله قال لي بحياته ما حدا عصى الله عليها لك شو مبارك لك شو مبارك قال لي لا حدا إيش هون قال لي أرى بالتاريخ عن هذه المنطقة ما حدا عصى تلاقي إنسان يعني خمسة ستة قاعدين معمرين جامع وقاعدين عم يذكروا الله جبال وأراني يا لطيف أراني بالدنيا معروفة قال لي هذا شارع المعاصي هذا شارع الذنوب هذا شارع البغاء هذا شارع الفواحش تعالوا الله بيصبر آه والله حليم بعدين بيخسف فيكم الأرض شفت منظر للأرض شجرة مفلوقة نصفين ورايح القسم الأول عن القسم الثاني شيء ثلاث أربع أمتار أرض هلأ هاي بروفة دائما واحد بيطي لك بروفة بشان يفوت على العمل هلأ نحن عم نعمل بروفة اليوم بشان نفوت على الصيام اليوم يوم أما رمضان ثلاثين يوم قال لما بتكتر لذنوب فجعلنا عاليها سافلة ديروا بالكم وبعدين لما يعني بيجي العتاب من عند الله بروح الصالح بالطالح طيب والمؤمنين يبعثون على نياتهم نسأل الله السلام كلمات تحيي أفكاري وتطوف بروحي بوقاري سنة خير الرسل الهادي تنشر في كل الأمصاري من عبق المحبوب شذاها شرح لحديث المختاري بمعاني النسم برآها سطرها في فتح الباري ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر